اشتركوا في القناة فالحكومة وفرت كافة المقاومات التي تؤسس لتنمية صناعية وطنية يكون لها نصيبا وافرا في تحفيز قطاعات التنمية المختلفة وحث سموه على الاستمرار في المسار التطويري للصناعات الوطنية التقليدية والحديثة حتى يكون اسم البحرين الصناعي منتشرا اقليميا ودوليا مؤكدا سموه على ضرورة الانتقال في بعض المنتجات الغذائية الى مرحلة الانتاج الذي يتجاوز الحيز المحلي الى الاقليمي والعالمي وخلال اللقاء كدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتوفير احدث الوسائل المتطورة في مجال الرعاية الصحية والخدمة العلاجية للمواطنين لافتا سموه الى ان المواطن البحريني هو اغلى ثروات الوطن ونعمل على ان يتمتع بافضل الخدمات ومنها الصحية بما يعينه على اداء مسئولياته الوطنية والاسهام بشكل فاعل في الارتقاء بالمسار التنموي وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الى عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الحكومة وتستهدف في المقام الاول تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين حيث اكد سموه بان الحكومة يهمها ان تصل كفة المناطق الى الكفاية الخدمية مع الحفاظ على المستويات المتقدمة للخدمات فالفئة المستهدفة من الخدمة الحكومية وهي شعب البحرين العزيز الاساس الذي تنطلق لاجله كفة البرامج الحكومية